عشر سنوات منذ خرجت أول صيحة تنادي بإسقاط النظام السوري ملايين الأطفال السوريين بعضهم ولد بعيدا عن بلده وآخرون تركوه وهم لا يذكرون من تفاصيل المنزل الأول سوى القليل هذه العائلة السورية جاءت إلى تركيا قبل سبع سنوات الأب مات تحت التعذيب في سجون النظام تعيش الأم وطفلاها بمنزل قرب بيوت أقربائها في حي الفاتح وسط إسطنبول رجاء تحكي لطفليها كنان وريم عن دمشق المدينة التي هجروها وعن حي ساروجة ومنزلهم الذي ولدوا فيه وغادروه مكرهين بحاول فهمهم أنه شو صار معنا وشلون أبوهم استشهدوا وليش هطلعنا وليش تركنا بلدنا وبيتنا رغم اندماج الطفلين بالكامل مع محيطهم من الأتراك لا تزال العودة إلى سوريا تتملكهم وتعطيهم أملا بزيارة قريبة ما بزكر غير بيتنا اللي كنا عايشين فيه وبحب يعني بحب هناك بحنيكة يعني هيك بتذكر شوية شغلات منها يعني وذيك القرنة حلوة يعني يعني بحس هيك لأنه في هيك شغلة في قلبي يعني حلوة هذيك القرنة طبعا جاء بالإنزل على سوريا وبعد ما تخلص الأزمة طبعا وهلا الماما وجدتني أهون بدي شوفهم بالمبصور بدي شوفهم بالحيئة وجاء بعم أمي صالح قريب رجاء وصل تركيا قبل خمس سنوات يحلم أيضا بعودة قريبة إلى سوريا دائما على أمل أني أرجع وعايش أنا هنا عم أسس صحة أسس شي لحالي شي شخصي أني كملهم بس أنا إذا بتنحل الأزمة فورا برجع وما بنتظر أي شي سنوات تهجير طويلة وقاسية لم تبدد حلم عودة ملايين السوريين وأطفالهم إلى بلدهم أطفال يتعرفون إلى سوريا من عنوين الأخبار وحكايات الأهل ينسجون معها حلم العودة واللعب ولول مرة في أزقة حيهم ومنزل أهلهم ذاك البيت الذي رسموا تفاصيله ومعالمه من حكاية الأم ودمعة الأب وتنهيدة الأخ زيدان زنجلو الحدث إسطنبول